في ظل تحركات الحكومة متمثلة برئيس عبد الحميد الدبيبة التي تسعى لحجد الدعم العربي والعالمي والأممي مدياً ولوجستياً للوصول بالبلاد إلى الانتخابات في تاريخها المحدد وبشكل نزيه وشفاف ترضي نتائجها عموم الشعب الليبي بمختلف أطيافه ومكوناته تتصاعد اليوم الدعوات والمطالبات بعدم المساس بحق هذا الشعب في اختيار رئيس له بكل حرية وبآلية تتحقق فيها الديمقراطية بكل وضوح هذا ما جاء في بيان أصدره الحرك المدني من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر والذي حذر فيه من مغبة التلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ على حد قولهم هذا وأكد أعضاء الحراك دعمهم الكامل لعمل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي المنعقدة في تونس لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في الوقت نفسه حذر الحراك في البيان الذي أصدره اليوم من عواقب التدخل في اختيار الشعب لرئيسه من أي جهة كانت حيث سيجد نفسه مضطرا للنزول إلى الساحات والميادين علاوة على دعوته لإضراب عام وعصيان مدني حتى يعود الحق إلى أصحابه وفق ما جاء في نص بيان حراك من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر